اشتركوا في القناة يحمل تحديات فيات الجعدان الحقائق مسافتنا هي الاربع كيلو مترات شوط يحمل الاسماء القوية والشعارات المميزة الرائعة بهذا الشوط الحامل لهذه الاسماء القوية مباشرة مع ناصي حمدان بن محمد بن سالم الكتبي يأتي على المركز الأول مقدما هذا الاسم المميز الرائع المركز الثاني أتنا شرط على المركز الثاني محمد بن حمد العويسي قادما ومقدما لنا شرط على المركز الثاني المركز الثالث مخلاب يأتي الخليفة بن حمد بن سليم يأتي مع أيضا مخلاب المركز الرابع يأتينا بالهند مع عجيب أغدير بن محمد بالهند لمهيري خامس المركز يأتينا سمهوي علي بن خلفان الرزي الشامسي مقدما هذا الاسم المميز مقدما هذا الشعار الرائع والجميل ولكن ناصي عودتنا إلى المركز الأول عودتنا إلى صدارة الشوط ناصي يمسيطر كل السيطرة على المركز الأول على صدارة الشوط حمد أنبر محمد بن سالم أليك تبي يأتي على المركز الأول مقدما هذا الاسم المميز مقدما هذا الشعار الرائع مع هذه الأسماء القوية الرائعة في هذا الشوط الحامل للشعارات المتوافدة على رية ميدان الهباب اللي يضن الباحث عن الفوز وعن الانتصار المركز الثاني يأتينا عجيب أغدير بن محمد بالهند لمهيري غادم مع عجيب على المركز الثاني وشرط لمحمد بن حمد العويشي يأتي على المركز الثالث المركز الرابع يتقدم سمهوي علي بن خلفان الرزي الشام سيغادم وأيضا الوصول مع شعارك يا رعي مرحب عتيج بن عبيد بن محمد ألف لا سيقدم لنا مرحب على المركز الخامس ولكن الاكتبي الاكتبي مع المركز الأول الاكتبي يأتي مع ناصي حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي يمسيطر كل السيطرة مع بداية الانطلاق مع بداية التحدي مع بداية شوط الله 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 ناصي 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 ينفرد مع المركز الأول ركز يا حمدان يا بن محمد يا بن سالم يا لك تبي من يأتي مع المركز الأول يأتي مع هذه السلالة يأتي مع ناصي وناصي يتقدم لكن يا مالك ناصي القادم على المركز الثاني الواصل والمنطلق على ثاني المراكز عجيب يأتي غدير بن محمد بالهندي المهير يقدم لنا عجيب على المركز الثاني والمركز الثالث وصل مرحب عتيج بن عبيد بن محمد الفلاس يقدم لنا مرحب على المركز الثالث والمركز الرابع القادم بالانطلاق المميز شعارك يا الرزي غادم بهذه اللحظات مقدما أيضا لنا سمهوية علي بخلفون الرزي الشام سيوى لكن روح ناصي روح ناصي انطلق مع البداية مع المركز الأول مع بداية شوط حمدان بن محمد بن زال ملك ثبي روح مع البداية مع اقترابنا للوحة الـ 1200 الـ 1200 متر النهائي الـ 1200 الحاملة لتحديات هذه الاسماء الغوية وحمدان بن محمد بن سالم الاكتبي يأتي مع الاسم المميز عجيب على المركز الثاني محمد بن غدير بن هندي المهيري قادم على المركز الثاني المركز الثالث مرحب القادم والقادم نعم على المركز الثالث مرحب عتيج بن عبيد الفلاسي ولكن وين وين الفوز وين الانتصار وناصي مع المركز الأول ناصي مع المركز الأول حتى هذه اللحظات حمدان بن محمد بن سالم الـ وقدير بن محمد بن هندي غادم عجيب ومرحب الفلاسي ولكن ناصي 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 للفوز ناصي للانتصار مع المركز الأول عصات في بطان ما كلم ما كلم من البداية هم سيطر كل السيطرة مع بداية شوط مع المركز الأول مع الانطلاق الأخير روح يا مالك ناصي روح يا مالك ناصي اظهر العصى من البطان روح إلى الفوز ولكن ناصي ما كلمه ما كلمه عساته في بطانه عساته في بطانه ولكن ارصد لي ارصد للقادم أيضا الواصل يحمل الرغم ثماني العمال وصل العمال يقدم لنا العمال محمد بن عتيج بن حاضر العميمي ولكن ناصي ناصي ولم تار الأخيرة ناصي ولم تار الأخيرة ولكن سلام سلام يا سلالة ناصي وناس المختبر وحمدان بن محمد بن سالم اللي كتب يؤكد هذا الحضور والفوز والانتصار المركز الثاني العمال لمحمد بن عتيج بن حاضر العميمي المركز الثالث وصلنا على المركز الثالث مرحب عتيج بن عبيد الفلاس المركز الرابع يحمل الرغم عشرة هو سمهوي علي بخلفان الرجل الشامس التويد ست دقائق وثمانية وعشرين ثانية تهانين والناموز لحمدان بن محمد بن سالم الاكتبي من أكد الحضور مع ناصي من أكد هذا الفوز والانتصار سيطل على الشهوط من البداية حتى خط النهاية بتوقيت غدرة ست دقائق وأيضا حضر بهذا الشهوط الحامل لهذه الأسماء بتوقيت غدرة ست دقائق وثمانية وعشرين ثانية تهانين والناموز على هذا الفوز والانتصار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة